نعم ضحى إذن وفق ما نشر من معلومات في هذه الوثيقة هذه الوثيقة نشرتها وسائل إعلام عراقية ونسبتها إلى الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات أيضا تكشف مخطط فصائل خارجة عن القانون طبعا من ودس عناصرها لإحراق قنوات فضائية ومقرات تابعة للميليشيات ومن ثم اتهام المحتجين بذلك مصادر أمنية أكدت أنها محاولة جديدة للميليشيات الموالية لإيران لتشويه التظاهرات ووصف المحتجين بالمخربين وعملاء السفارة الأمريكية كذلك كشفت الوثيقة نية الميليشيات الموالية لإيران استهداف قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد على أن تقوم بإطلاق الصواريخ من منطقة الراشدية وهي الأقرب إلى منطقة التاجي في الضواحي الشمالية للعاصمة بغداد مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة أوضحت أن هذه الميليشيات مستفزة خاصة بعد تأييد الكاظمي للتظاهرات وسعيه لتلبية مطالب المحتجين حيث عمدت الميليشيات قبل حلول الذكرى الأولى لانطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر إلى الانتشار في ساحة التحرير في بغداد وأغلب ساحات التظاهرات في المحافظات وهددت الناشطين بالقتل والخطف إذا لم يطالبوا بسقاط الكاظمي ورحيل القوات الأمريكية وغلق السفارة أيضا كذلك الحاق بهذه الأحداث أحداث كربلاء قبل يومين عكست محاولات الميليشيات تشويه التظاهرات أيضا واتهام المتظاهرين بالمخربين وكشفت مصادر أخرى أن الميليشيات تسعى لإشعال فتنة كبيرة في مدن الوسط والجنوب في العراق خاصة بعد مطالبة مقتدى الصدر شيوخ العشائر بضبط من أسماهم بالمخربين من أبناء هؤلاء العشائر فيما رفضت أغلب العشائر اليوم اتهام المتظاهرين بالمخربين وكشفت مصادر حكومية أن المرشد الإيراني علي خامنئي وجه الميليشيات الموالية لإيران بخلق فوضى في هذه المحافظات أي الوسط والجنوب تؤدي إلى اقتتال شيعي شيعي بهدف عرقلة مساعي الكاظمي لاستعادة هيبة الدولة في المرحلة القادمة إذن هذا ما لدينا حتى الآن ضحى شكرا جزيلا لك هدير على كل هذه المعلومات وتفاصيل شكرا